فوائد صحية عديدة من كسبها لما نتناول نبات المورينغا بأشكال مختلفة اليوم دكتورة ربا مش رباش رح تعرفنا أكتر عليه صباح القير ربا صباح الورد أهلاً تمام الحمد لله تمام احنا قديش عم نسمع عن نبات المورينغا وفوائده الصحية صح وعننا يا بالأردن وبالأغوار بالتحديد موجود بكترة فخلينا نبدأ بالفوائد الغذائية لنبات المورينغا هي المورينغا أصلاً حتى ما هي كان تستخدم قديماً جداً بالهند كانوا يستخدموها كثير وبأفريكا وهيك أشياء بس هلها الحلو أنه عم بزرعوا عنا منها بالأردن ولها فوائد هلها في مصطلح من سميه سوبر فود أو أطعمة هلها مش علمية بالمية ولكن صار يستخدم أكتر بالتغذية وهيكا يدل على بعض الأطعمة اللي فيها عناصر غذائية مميزة أكتر من باقي مثلاً من سميه سوبر فود فهي واحدة من السوبر فود الأغذية الممتازة جداً نقدر نتكلمها بس برجاء بأحكيه مش مصطلح علمي بس نما نلاقي فيه فوائد عديدة يعني آه بالضبط أو مميزات فيه طبعاً إذا أرجعهم هاي هون أوراق مجففة من المورينغا هي حبيت هيك الورقة هاي شكلة هيك بتيجي زي... لا الملوخية كبيرة هاي بتيجي وراء صغيرة كيف ال... أصغر من البقلة هيك وراءها بس هي هيك لما تتجفف يعني عندك هاي ورقة مجففة ذاكية دقتها هاي ورقة مجففة آه يعني زيها زي باقي الأوراق بس هاي هيكا فيه ناس بيبيعوها هيك مجففة هلا شنحكي كيف نستخدمها فيه ناس بيشتروها زي باودر هون باودر هلا منحطها على صاحب نورجيها ها او 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 عشان نشوف ايش استخداماتها طيب هلا رح نحكي ليش هي مميزة اوكي هلا هون انا حط المعلومات الغذائية للكمية صغيرة لمعلقتين صغيرة هلا إذا جينا حسبنا كميات مورينجا مثلا ميتة جرام كمية منيحة تطلع خمسين معلقة اوكي اوكي تعطيكي اكتر من كل احتياجاتك من الكالسيوم من الفيتامين اي فكتير مهمة للنباتيين لأنها عالية جدا بالكالسيوم بس هون عم نحكي احنا على خمسين معلقة هون احطة بس للمعلقتين هلا دائما بيجي بيقولك انه عشان نفسر للناس لانه بيجي بيحكوا انه المورينجا اعلى من الحليب بالكالسيوم اه صحيح للميتة جرام بس قليل مناسيا يأكلوا ميتة جرام باليوم اوكي عشان تكونوا وقعين يعني ما هي فاودر شو الميتة جرام بلزب ميتة جرام خمسين معلقة قليل مناسيا يأكلوا يأخذ خمسين معلقة فعشان اوضح هذه المعلومة هي صح بالميتة جرام كميات كالسيوم عالية بتوصل لخمسمائة او ستميتة ميلي جرام من الكالسيوم عادة تنكاسة الحليب تلاتمائة ميلي جرام احنا هون بنحكي على الخمسين معلقة فيه نسبة عالية من الفيتامين اي فيه نسبة عالية من الحديد بتغطي احتياجاتك وزيادة فيه فيتامين سي عالي فيه نسبة من الفيتامين اي لانه كمان فيه البزور نتاعتها وهدول بيأكلوها فيه نسبة عالية من الفيتامين اي فاذا هون عم نحكي على المعلقتين اللي هي الاستهلاك اللي مو حظم الناس بياخدوه هلأ ممكن الناس ياخدو كمية اكتر اذا كانت اوراق مجففة وضفوها على السلطة اوضفوها على هذا والباودر بضفوها على الكوكتيل لما نحكي معلقتين معلقتين من الباودر من الباودر نعم نحكي من الباودر ليش لانه الباودر بتكون كمية اكبر من معلقتين وراء لانه هون بتكون مجففة وبتكون كمية مركزة أكثر فالمعلقتين فيها 15 سعر حرارية واحد جرام بروتين وهي كمية كثير منيحة من البروتين هلأ إذا إنتي زدتي مثلا أخذتي ست معالق هاي بتاخدي ثلاثة جرام بروتين منيح يعني كمية منيحة من البروتين كمصدر نبات أو ألياف مش كثير لا لا معلقتين كثير منيحة واحد جرام ألياف يعني هذا هون إيش بيفيدنا مثلا إذا إنتي بدك تستخدم المورينغا بالكوكتيلات هدف أنه تعزز القيمة الغذائية للكوكتيل تزيدي كالتيوم تزيدي فيتامين سي تزيدي نسبة ألياف أكثر والألياف مفيدة بتعزز نمو البكتيريا اللي بالأمعاء فبالتالي مفيد للمناعة فلا بسوى إنه حلوين يعني انتي قدري تحطي معلقتين هاي إحنا بنحكي بس على المالقتين مثلا إذا حطيتي أربع معالق ست معالق هاي ثلاثة جرام ألياف ملين جدا ومميح فيها تمانين ملي جرام كالتيوم وهي نسبة عالية لمعلقتين صغار إذا عم نحكي عمالقتين صغار مورينغا باودر يعني ممتازة الكمية إحنا عادة حلصة بالنوع المرات بتكون من تمانين لمية يعني زي كنك عم تاخدي تلت كاسة حليب بالمعلقتين أوكي لأنه كاسة الحليب تلاتمية ملي جرام من الكالتيوم فيها نسبة من الحديد طبعا الحديد بتكون أكتر إذا أخذت أكتر منها فيتامين سي برضو نسبة منيحة وفي عنا فيتامين إي اللي هو مهم جدا للبشرة لصحة الجلد المناعة عشان هيك زمان كانوا يستخدموها كمان بالطب البديل لعلاجات الأكزيما لعلاجات الأمراض الصدرية وغيرها فصاروا يستخدموها كمان فيها المورينغا بوتاسيوم فكتير مهمة لأنه عشان هيك بيستخدموها للناس اللي عندهم أمراض ضغط وكوليسترول وارتفاع دهنيات يعني بيدخلوها بالحمية الغذائية لهذه الأشخاص وغير الفيتامينز والمعادن في نسبة عالية من الفايتو كاميكلز أو المواد اللي نسميها مواد مضادة للأكسدي هاي مهمة كتير هاي مهمة لكل الجسم لصحة الجسم ككل إحنا الأشرة أبسط المعلومة لما نحكي مواد مضادة للأكسدي يعني بتحمي خلايا الجسم من المواد الضرة فبالتالي بتحميك من كتير من الأمراض عشان هيك بيسموها أنتي كانسر يعني فيها مواد بتحمي من السرطانات فعشان هيك في عنا فوائد وقيمة غزائية عشان هيك صار يسموها سوبر فود إنه ككمية بسيطة عم تعطينا مجموعة من المعادن والفيتامينات عالية طيب هلأ أنت لما تشتري العبوات المختلفة دائما بيحطوا الميت جرام هلأ مثلا إحنا عنا وهاي موجودة على بازار رؤيا كمان مشيك نبات المورينغا باودر كيف بدأتناول هذا الباودر؟ هذا الباودر كتير سهل هلأ أنت كتير مرات في ناس بعملوز خليني أورجيكم كيف كيف فيك لونه أخضر هذا مجفف ومطحون آه هذا مطحون بوش هاي الباودر وهذا شغل ستاتنا بالغور مشيك ومزروع بكثرة بمنطقة الأغوار والذي بدوروا عليه الناس من كل العالم بالزبط هايوهيك كدي أتناولوا هذا بالهند هذا ولا إشي بتقدري أنت عشان أنه ما تحسي بطعمه يعني هو ما إلو طعم كتير أوهي ساكي طعمتوا ما إلو طعم بتقدري تعملي كوكتيل الأخضر يعني مثلا بتقدري تحطي سبانخ وتفاح وليمون ومرينغا آها تعملي كوكتيل معلقتين مثلا تحطي معلقتين أو أربع معالق حلو بتقدري تعملي سموذي مثلا أفوغادو وموز وتحطي فيه شوية حليب ومرينغا حلو يعني أي إشي فيه كوكتيلات أخضر تقدري أو حتى إذا عاملة كوكتيل موز وحليب وحطيتي ويصير يغير باللور تاعها فبتقدري تضيفيه بالباودر سهل إذا أي حدا متعود يعمل سموذي كوكتيل حبوب إفطار مع حليب تخلطيها بزبط وهذا كيف تناوله هذا سهل كتير ومتناول اليد هلا في منها هيك مجففة وفي منها بتيجي ورا الطازة يعني بتنحاند الخضرجي هلا عادة أكتر إشي بتلاقيها بالسوبرماركت سلي كبيرة أو بس هلا زي ما حكينا لأنه إنتاج أردني يعني تقدر تتواصلوا مع الشركات وحتى على بزار رؤية أظن موجود فهلا هذا ولا إشي بتقدر أنت زي ما هو تحطيه على السلطة على السلطة ملوخية حطيتي صح بالبق مع الملوخية نطعمها بيش بغ الملوخية شوية على أنعم بقلي طب ليه ما نطبخ بدال الملوخية مورينغا شو طبخين اليوم مورينغا وجاج لا مستطبخي كثير الكمية ليه كثير كثير يعني أنت بدك تحطي فيه فممكن يسهل مسهلة بس ننتبه إنه مثلا مورينغا للحوامل ما في دليل إنها آمنة لأنه في بعض الدراسات أشارت إنها بتزيد من انخباضات الرحم ممي أكي أكي ودائما هلا لأي الأعشاب بدنا دائما ناخدها بحذر هلا في كتير دراسات عليها وكذا بس دائما ناخدها ضمن الحصص يعني مش بكثرة طيب قديش بدنا نقول الحصص الطبيعية لشخص يحافظ على صحته أه هلا بتقدر يتاخدي من معلقتين لأربع معالق صغار من الباودر باودر لحت ستة باليوم أوكي منضمها بالحد الآمن وفي دراسات كمان لأنه في نسبة أليافو أنت أكسيدانت يقول إنها حتى مفيدة لمرضى السكري والضغط والكوليسترول كهيك عادي هلا هاي كمية تدري تاخدي نصها الكمية تحطيها على السلطة ما في أي مشكلة يعني تقدري تحطيها عاملة كيف لما مرات احنا منعمل سلطة منحطنا عنا ناشف بدك تحطيها وراء هيك بدك تطحنيها يعني حلو بتعززي بالزبط التائدة الغذائية يعني مرات احنا مثلا النباتيين مثلا منتغلب معهم بكالسيوم فهاي مصدر كالسيوم يعني منقلهم طحنية سمسم مرات منروح على حليب النباتي لوز وصوية بس افكرة يعني مع تعامل انا مع اشخاص بالعيادات التغذية مرات بيجينا حتى نباتيين بس هم بالاكل النباتي او البديل ما بيحبوا يعني بيحبوا الاشي الطبيعي اكتر فممكن هاي تكون حل فممكن هذا ينضاف على السلطة على الطبخة على اي يخنة عمليتها يعني تقدر تضفين سهلة يعني وفي زي ما حكينا محلات الخضرة اللي هي بتيجي وراء طازة تنغسل زيها زي اي ورق تاني شوي حبتها هيك يعني ورقتها يابسنت في الصغيرة مش عارف عام بش احاول اشبهها باي ورقة زي البقلة بس اجمد شوي واصغر بتنغسل وتعملي سلطة خاسو سبانخ وجرجير وتحطي معها طيب طيب هلأ اذا بننقول مين اكتر الاشخاص اللي ممكن يستفيدوا من تناول المورينغا اوكي هلأ النباتين اذا نحكي اولا الناس اللي عندهم سكري ضغط حميات تخفيف الوزن هلأ ما في دليل انها بتنزل الوزن بس احنا دائما الاطعمة اللي فيها الياف فيها انتي اوكسدنس مشبعة فممكن يكون لها تأثير ايجابي لانه لسه في دراسات تعاون العلم عليها عم بكون موجود الناس اللي عندهم ضغط لانه برضه فيها نسبة عالية من البوتاسيوم فهاي مفيدة جدا الناس اللي عندهم سكري وارتفاع دهنيات ومشاكل قلبية كلما دور بقدر يستفيدوا منها ليش بيقلل الدهنيات اطفال بكمية بسيطة هلأ عدة ميكانيزم هلأ واحدة منها ممكن نسبة الالياف العالية في كمان عدة مواد من المواد المضادة للأكسدة البوتاسيوم لانه كمان لما ناخد اشياء بوتاسيوم بيقلل الضغط وبرضه بيساعد مشبعة اذا انتي بتخديها كأوراق بالسلطات فبيخليك تتناولي أقل من كمية الاكل اهه بتشبع بتشبع فعشان هيك يعني سهل استخدامها ولما تكون موجودة بس احنا دائما بدنا نكون يعني مرات في ناس كتير بيشتروا من القطعم الصحية وبنسوها بحطوها لا انتي عتصينا كتير افكار نستعملها مع السموذيز على السلطة طب ما منقدر نعملها دينك نشربه بيصير في ناس بيغياءة في ناس بنقعوها بالماء بيشربوها عشبت ما بدك تغليها لا بتغليها اه تغليها شوي عشان الوراق تتشرب ماء وتترى وممكن تشربيها زي فيه اه بيشربوها زي الشاي والمليسة ايوه مرنجة بتقدري تشربيها ممتاز يعني برضو فيها نسبة عالية انا اتدت افكار وانتي بدك تنظمي اكلاتك وتشوفي كيف تقدري تدخليها صح وبسوة مدامها موجودة عنا والعالم كله بيدور عليها انه بسوة انه لحطو البديل يعني الطب القديم يعني بكتير من العلاجات في مرات للالتهابات لانه هي فيها مواد من سميها انتي بكتيريال انتي ميكروبيال يعني مواد مضادة للبكتيريا والميكروبات يعني تمنع نموهم فعشان هيك بأول مناعة طبعا لانه في نسبة عالية من فيتامين اي اه فيتامين سي احنا عنا فيتامين اي بس سي بيضله هون لما نجففه بيضل في نسبة طبعا بس الاخضر اكتر شي باخد السي انا منه الفرش الطازة الوراق بس لانه فيها اي و سي و اي هدول التلاتة مهمين للمناعة مناعة الصغار بيقدروا يتناولوها بكميات بسيطة اه ما في مشكلة احنا بس التحذيرات للناس اللي بياخدوا ادوية بدهم يستشيروا طبيبهم لانه في مرات كتير في اعشاب تتعارض مع ادوية يعني مثلا زنجبيل بتتعارض مع عدد من الادوية احنا مننتبه يعني مرات لما ما بيصير مثلا تبدي تاخديها او تتناوليها ما تبدي تاخدي كميات كتير كبيرة عليها مش متعودة عليها لانه مرات فيه ناس ممكن يصير عندهم بعض الاطرابات المعاوية انه ندخلوا شي جديد لجسمهم مرة واحدة بكميات كتير كبيرة عشان هيك اذا بقاودر تبدي معلقة صغيرة معلقتين بعدين ممكن توصلي لأربعة تدريجي وهي سهلة هاي شوية عشبة نتفي صغيرة عاي صلاطة بنعملها هاي نعنع ممكن تفرميها مع النعنع هاي بتحطيها بتاخدي ثيمة غزائية فيها ممتاز شكرا لك دكتورة غباط اشتركوا في القناة